موقف سياسي مزدوج هذا ما يبدو عليه الوضع في حالة العلاقة القائمة بين الدبلوماسية اليمنية مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن خصوصاً الولايات المتحدة وروسيا صاحبتي النفوذ الأكبر والمؤثر في المنطقة العربية علاقة براغماتية صرفة تحكم مواقف الروس والأمريكان تجاه القضية اليمنية ترتكز على حماية مصالح البلدين السياسية والاقتصادية غير آبهين بالكلفة الإنسانية الباهظة للحرب في هذا البلد الفقير والضعيف تكشف الموقف المتناقض للسياسة الخارجية تجاه اليمن على وقع تداعيات المأزق السعودي في جريمة تصفية الصحفي جمال خاشقجي مارست الدول الكبرى أسوأ حالة الابتزاز السياسي للتحالف في اليمن على حساب الملف الإنساني بعد يوم واحد فقط من لقاء نائب وزير الخارجية الروسي بقيادة ما يسمى المجلس الانتقالي في موسكو استجابة لطلب إماراتي وفقا لبعض التسريبات يقول سفير موسكو في أول زيارة له إلى عدن إن روسيا ستكون مع اليمن الموحد شماله وجنوبه روسيا كان مع اليمن وروسيا ستكون مع اليمن جنوبا وشمالا وطبعا اليمن موحد وبينما لا تنفك الحكومة اليمنية تحميل إيران مسؤولية دعم الميليشيا الانقلابية تستخدم روسيا التي تعترف بالشرعية موثلا للشعب اليمني الفيتو لإجهاض أي قرار أممي ضد النظام الإيراني في الاتجاه المقابل تزعم الدبلوماسية الأمريكية أنها مع حل عاجل لإنهاء الحرب في اليمن لأسباب إنسانية وفي نفس الوقت تواصل توقيع المزيد من صفقات بيع السلاح للتحالف في الوقت ذاته يساوم المجتمع الدولي ممثلا بالدول الكبرى المؤثرة وفي مقدمتها أمريكا وروسيا وبريطانيا بالملف اليمني مقابل مصالح مع دول التحالف أكبر مستورد للسلاح في العالم ولو وضعت التصريحات الأخيرة للسفيرين الروسي والأمريكي في السياق الإيجابي بالحديث عن قرب استئناف عمل سفارتي بلدهما في عدن فإن من شأن ذلك تقوية حضور الشرعية في العاصمة المؤقتة وربما التسريع في عودة الرئيس هادي الذي صال غيابه ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا